السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن سورة النصر هيا لنستمع إلى سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يخاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له إذا جاء نصر الله والفتح أي إذا جاء النصر على قومك قريش وكان فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثم جاء الناس من أصناف العرب وأهل اليمن يؤمنون بالله بأعداد كبيرة فسبح بحمد ربك واستغفر إذا حدث ذلك فهذه علامة على قرب وفاتك يا محمد فتهيأ للقاء الله بأن تشكره على نعمه بالتسبيح والاستغفار لذلك كان يقول الرسول دوما سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنه كان توابا فالله تعالى يتوب على كل من يطلب المغفرة علينا أن نقتدي برسولنا الكريم ونشكر الله على ما أنعم علينا من نعم بأن نسبح الله تعالى ونستغفره دوما هيا لنردد معا سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذا هو درسنا لليوم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر